ما دمنا تحدثنا على القمة الإفريقية توقف عند القمة الأخيرة التي يمكن القول أنها بخصوص قضيتنا الوطنية أكدت أسبقية الأمم المتحدة كجهة مختصة حصريا في إدارة مسلسل تسوية هذا النزاع المفتاح دور الاتحاد الإفريقي عبر الآلية هو مواكبة ودعم جهود الأمم المتحدة هذا شيء مهم يجعلنا نعتبر أن ما حصل في هذه القمة يمثل تقدم جوهري بالنسبة لبلدنا بخصوص الدفاع عن قضية الوطنية هذا شيء مكسب كبير تحقق عبره انتهى استغلال خصوم الوحدة الترابية لمنصات الاتحاد الإفريقي للدفاع عن أطرحاتهم المنحازة والمضادة لبلدنا انتهى ذلك لأنهم أنذك يستغلون غياب المغرب الاتحاد الإفريقي ونعتبر أن ما خرجت به هذه القمة والتقرير الذي قدمه رئيس المفوضية الاتحاد الإفريقي خاصة توصيات عشرين وواحدة عشرين يقدم دليل جديد لمن هو في حاجة إلى دليل على الوجاهة الاستراتيجية للقرار الشجاع التاريخي لجلالة الملك حفظه الله بالقطعة مع سياسة الكرسي الفارغ والتجند لخوض المعركة دفاعا على القضية الوطنية في أي مكان أو في أي زمان طرحت فيه وهو توجه ملكي نرى اليوم ثماره